إذا ما ركزنا على يوم أمس هو يوم رمزي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس هو 4th of July وهو طبعاً تاريخ مهم جداً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الـ Independence Day بالنسبة لهم لذلك هذه الهجمة تعتبر هجمة رمزية وتوضح بأنه قد نكون أمام هجمات تصعيدية وصارت واضحة من هجوم قاعدة حين الأسد اليوم قد نشهد ليلة هذا اليوم أو يوم غد هجوم آخر تصعيد كبير جداً مع هذه الذكرى بالنسبة للأمريكان